الأحد السابع عشر من مارس أهلا بكم شهدينة الفرام في هذه التقصية الخاصة للحديث عن أهم وأبرز الأخبار محليا وعالميا وأيضا منها الخدمية تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن أعلان تفاصيل مسابقة شغل وظيفة 18886 معلم مادة قريبا استكمالا لأعداد المطلوبة في مسابقة المعلمين للسنة الثالثة على التوالي بعد فتح باب التقدم لأكثر من 11 ألف معلم خلال الفترة الماضية وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنية أن المواد الدراسية الأساسية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية تشمل الدراسات الاجتماعية والرياضيات واللغة الأجنبية والعلوم واللغة العربية أيضا بجانب الحاسب الآلي والتربية الفنية ستكون مطلوبة في مسابقة تعيين 18 ألف معلم مادة ضمن مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم للسنة الثالثة على التوالي كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفرق بين تطعيم الشوكية وتطعيم السحائي بأن الحمى الشوكية هي نفسها للتهاب السحائي وهو التهاب حاد للأغشية الواقية التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي وضفت أيضا وزارة الصحة أنه ينتقل للالتهاب بين الناس عن طريق إفراز الجهاز التنفسي كالعطس والسعال ومشاركة الأكواب وفرش الأسنان وتقوم الوزارة بعمل حملات لطلبة المدارس أول كل مرحلة دراسية للحماية من الحمى الشوكية أنتقل وياكم إلى الشأن العربي فأفادت وسائل أعلام فلسطينية بوقوع غرات إسرائيلية عنيفة استهدفت المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية لانتهكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية حيث تشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة بما في ذلك المحضورة دونيا كالقنابل العنقودية والفسفورية البيضاء ما أصفر عن قسائر فادحة في أرواح المدنيين والممتلكات في السياق حذر صندوق الأمم المتحدة للزكان من تجاوز الأوضاع في قطاع غزة مرحلة الكارثة الإنسانية في القريب العاجل أما رياضيا يستضيف فريق التتكو مدريد نظيره بارشلونة في العشرة مساء اليوم الأحد على ملعب سيفيتاس واندا ضمن منافسات الجولة 29 من مصابقة الدول الإسباني الموسم الجاري 2023 و2024 خض أيضا بارشلونة 28 جولة في مصابقة الليجة هذا الموسم حقق 18 انتصارا و7 التعدلات و3 هزائم فيما حقق أتلاتيكو الفوز في 17 جولة وهزم في سبعين وتعدل في أربعة لقاءات أخيرا بالنسبة لحالة التقص فتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد تقصا مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى قاهرة الكبرى مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد باردا ليلا على أغلب الأنحاء وأيضا في الصباح الباكر كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرية ومدن القناة وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرية والصحراء الغربية متوقع أيضا اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال ووسطى جنوب الصعيد أخيرا بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد القاهرة العظمى 24 الصغرى 13 إسكندرية 21 الصغرى 12 مطروح 18 الصغرى 10 سهاج 31 الصغرى 13 وأخيرا قناة 34 الصغرى 15 أسوان 38 الصغرى 17 درجة الآن نصل وإياكم لختم هذه التقطية شكرا جزيلا مشاهدين على هذه المتابعة الطيبة كونوا معنا دائما على مدار الساعة وإلى اللقاء